الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه وندعوه دائما رافعين أكفة ضراعة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون سيتواصل حديثنا عن الأخوة في الله إذ أشرنا إلى ما وقع من إخاء بين الصحابة بين الأنصار وبين المهاجرين وبين المهاجرين والأنصار وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وصل بهم الأمر إلى أن من منهم تزوج سنان يطلق الواحد حتى تكتمل عدتها ليتزوجها الآخر هكذا كان الإخاء بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخوة والمحبة في الله لا تستكمل إلا بكمال محبوبات أو بوجود كمال محبوبات الله تبارك وتعالى فينا وهذه المحبوبات من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان فالصحابة رضوان الله عليهم كم لإيمانهم تحققوا في قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وتحقق فيهم قوله تعالى وأصلحوا ذات بينكم فعن البراء ابن عازب قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أي عرى الإسلام أوسق قلنا الصلاة قال الصلاة حسنة وهي ليست بذلك قلنا الصيام قال الصيام قال مثل ذلك حتى ذكرنا الجهاد فقال مثل ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله يخوة الإيمان لا تتحقق فينا هذه المحبة ما لم يكن أو ما لم تكن من أعمالنا أعمال قلب أو أعمال بدن إلا إذا بنيت في الله والله وَلِلَّهِ وَبِالْأُخُوَّةِ فِي اللَّهِ يَسْتَكْمِلُ الْإِيمَانُ وَيَنَالُ الْعَبْدُ مَقَامَ الْوِلَايَةِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يُجْدِي عَمَلُ الْمُؤْمِنِ وَإِنْ كَسُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ مَا لَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهِ الْأُخُوَّةُ فِي اللَّهِ لِمَا جَاءَ عَنْ إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَوَالَى فِي اللَّهِ وَآدَى فِي اللَّهِ وَلَا تُنَالُ بِذَا وِلَا يَلَّهِ إِلَّا بِذَالِكِ وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَسُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَالِكِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ الْأُخُوَّةِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَيُّ عَلَاقَةٍ أَخَوِيَّةٍ تحفها وتحوم بها العداء والكراهية والحسد والبغضاء والغل وغيرها لأنها مبنية على الدنيا والدنيا ليس فيها شيء سوى الزوال فالله تبارك وتعالى يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء ما يريده الله تبارك وتعالى يعطيك منه ثم ذلك فيما يريده يعطيه لمن يختاره الله تبارك وتعالى أما من أراد الآخرة وسعالها سعيها شر أن يكون مؤمنا ومن أراد الآخرة وسعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ونحن نعلم جميعا أن الأخوة في الله لا تتحقق إلا بعد كمال الإيمان والإيمان لا ينال إلا بالمحبة في الله والبغض في الله وأن تعطي لله وأن تمنع لله تبارك وتعالى فإن المحبة في الله توصل العبد أرقى مقام من مقامات العبودية فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانتهم من الله قلنا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا في روح الله من غير أرحام بينهما ولا أموال يتقابونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس لا ينال عبد ذلك المقام إلا بالمحبة في الله والمحبة في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم تحتاج منا جهد لمحاربة الهوى والنفس أن تشعر بأن كل مسلم أخلك لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى العشعر يقول المسلم للمسلم كالبليان يشد بعضه بعضا ثم شابك بين عصابه هذا يجرنا إلى قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى لأن التعاون على البر والتقوى هو ما يجعل المؤمنين كالبنيان تشعر بمرارتي وتشعر بسعادتي تشعر بتفوقي وتشعر بخزلاني تشعر كأن ما يحصل إلى أي مسلم يحصل إليه ثم تحاول قدر الإمكان قدر المستطاع أن لا يقع منك أو يبدر منك إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى وإنما يرضي الله تبارك وتعالى لا تجده إلا بالإقتداء برسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه والإقتداء بصحابته رضوان الله عليهم والإقتداء بالصالحين من الأولياء الكمل الذين عاشوا عمرهم في خدمة الدين نسوا أنفسهم طلقوا الدنيا وخافوا ما فيها من فتن حاولوا حياتهم عاشوا أن يبنوا ويقووا ويمتنوا العلاقة وذلك الحبل الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينقطي إخوة الإيمان إن أردنا اللحاق بهؤلاء اللحاق بهم يجب علينا وعلى كل واحد منا إذا استيغز في الصباح أن يسأل نفسه لماذا أحب فلان ولماذا أبغض فلان ولماذا أفعل كذا ولماذا أفعل كذا هل أجد مثوبة على ذلك أو عقاب هل 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 الأسئلة كثيرة جدا يجب أن تضع نفسك في ميدان المحاسبة بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يحاسب نفسه من الليل من وقوع الشمس إلى طلوع الفجر كل يوم وأنتم تعلمون منزلة سيدنا عمر إذا حاسب سيدنا عمر رضي الله عنه نفسه كذلك فيجب علينا أن نحاسبها أربع وإشرين ساء متصل إلى سبع أيام إلى شهر إلى سنة إلى طول العمر قدر المستضاء طبعا إخوة الإيمان فإذا سألت سادتنا الكرام المشايخ الأولياء ماذا تريدون من تأسيس الزوايا ماذا تريدون من جمع الناس حولكم ماذا تريدون من هذا التكتل والتجمع والله إجابتهم نريد أن نوصل هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى لأن الشيخ الإسلام يقول والأمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلى هنا أن تساق كل الأمة إلى حضرة الله تبارك وتعالى لا يريدون من ذلك دنيا لا يريدون منها كسرة أدباع حتى كسرة الأدباع إن أرادوهم كما يقول الشيخ الإسلام أقول له صحبي وأهل مودتي فقال ادخلوا صحب الخديمي تسابقوا ادخلوا تسابقوا حتى تجل لا يريدهم لنفسه وإنما يريدهم لبناء وتكوين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان يقول الحق تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم الحمد لله الحمد يقترين بحكمة الله البالغة حيط بنعمه السابق ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنها عظم نعمة والشكر له تبارك وتعالى ألا أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأسيم وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله أجمعين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه الإمام الترمزي في كتاب تفسير القرآن بعضا منه حين غاب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأخر عليهم بصلاة الصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الأسباب قال رأيت ربي فسألني على ما يختصم الملأ الأعلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارة قال ما هنّ قال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإصباغ الوضوع بعد المكروهات ثم قال الله تبارك وتعالى ثم ماذا قال إطعام الطعام وليني الكلام والصلاة بالليل والناس نيام ثم قال الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا محمد قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرسوها ثم تعلموها انظر كمال الأخلاق وكمال حياة المؤمن يقتصر في هذا الحديث الكريم أولا أن تكون ممن يلازمون المسجد ثانيا أن تجلس بعد الصلاة يكون لك نصيب في المسجد ثم تصبغ الوضوع في المكروهات ثم تطعم الطعام ثم تلين الكلام مع خلق الله تبارك وتعالى ثم تصلي بالليل والناس نيام وذلك كله يحتاج إلى أن تسأل الله تبارك وتعالى أن تسأله أن يرزقك فعل الخيرات وترك المنكرات كل الخير في فعل الخيرات وترك المنكرات وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك حبه وحب من يحب الله تبارك وتعالى وحب أي عمل يقرب إلى حب الله تبارك وتعالى والأعمال التي تقرب إلى حب الله هي الأعمال التي ذكرناها في الأحاديث السابقة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الله تبارك وتعالى وحب من يحب الله تبارك وتعالى وحبك سائر الأعمال التي تقربنا من حب الله تبارك وتعالى إباد الله يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود وعلى آله زي الفضل الجلي وأصحابه زي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم أن أصحاب نبيك أجمعين وأن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وبدل شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدئة أجمعين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراهمين اللهم إنا نسألك أن ترزق مولانا شيخ الإسلام الصحة الكاملة والصحة التامة وأن توفقه إلى ما تحبه وترضى وأن تجعل من معه كلهم أولياء وصلحاء يخدمون دين نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم تبع للتائبين واغفر ذنوب المزلبين واغذ الدين على المدينين واشف مرض المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق لنا ولسائر المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى وإنحان الفهشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة